السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله نبدأ خاطرة الفجر للعشر الأوائل من ذي الحجة خاطرة الفجر في العشر الأوائل من ذي الحجة لها نية معينة عندي ونيتنا السنة دي ان احنا نحسن استقبال الواردات الربانية خليكم معايا وانا اشرح لكم الاول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم العشر الأوائل من ذي الحجة خلاص احنا هنعرف بكرا ان شاء الله هتبقى الحد ولا الاتنين بسنة معاكم ان شاء الله يوميا في خاطرة الفجر يمكن هنحاول نعملها بدري شوية لان الناس مش بتصهر قوي في الصيف زي رمضان فغالبا هتبقى الساعة واحدة الوحي لم ينقطع بعد سيدنا رسول الله الا بنوع واحد وهو انقطاع وحي سيدنا جبريل عليه السلام مفيش نبي بعد سيدنا رسول الله مفيش انسان هيستقبل سيدنا جبريل لكن لم ينقطع الوحي الوارد والالهام الرباني من ربنا سبحانه وتعالى اللي تكلم عليه ربنا في سورة القصص قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مش بس الوحي كان لأم موسى ربنا بيقوله أوحى ربك إلى النحل فالالهام الرباني اللي بييجي للبني أدمين رسالة ومعنى اعمل فعل معين أو ارتقي لمقام معين لم ينقطع بعد سيدنا رسول الله بل هو موجود من قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معنى بيهجم على القلب من الله هذا المعنى بيحتاج للاستعداد لأن هذه المعاني ربنا رزاق وربنا واسع وكل البشر العاصي منهم والطائع بتجيله رسائل بيسموها العلماء جذبات الحق ربنا سبحانه وتعالى بيشدك لطريقه أو بيشدك لفعل خير أو بيشدك تصالح واحد أو بيشدك تبطل معصية لأنه الهادي سبحانه وتعالى الفرق ما بين واحد والتاني في استقبال هذا الوحي هذه الواردات اللي بترد على الإنسان من ربنا بالاستعداد الفرق بين الناس وبعضها استعداد القلب لاستقبال الرسائل الربانية خاطرة الفجر بتاعت العشرة الأوائل منذ الحجة هتبقى لإزالة الموانع والقواطع اللي بتخلي القلب يتحجب ما يشوفش الرسائل الربانية اللي جاي من ربنا سبحانه وتعالى وده حلمي وهدفي في العشر تيام اللي جايين إن شاء الله هحكي لكم عن قواطع لو شلتها من قلبك تعرف تستقبل عن ربنا أم سيدنا موسى قلبها كان جاهز وصافي لاستقبال الواردات الربانية المعاني الربانية لدرجة إن لما ربنا بعت لها معاني يعني محدش يقتنع بيها أبدا لأنها تخالف حتى يعني المنطق الطبيعي بتاع الإنسان وفهمتها من ربنا وتيقنت أنها من الله سارعت على طول ربنا بيقول أو أحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ده عكس الطبيعة إذا خفت عليه فأحميه أبدا ربنا قال لها فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وعملت كده وارجع لها في الآخر وبقى من المرسلين زي ما ربنا وعد سبحانه وتعالى كيف استقبلت ستنا أم سيدنا موسى هذا الوارد كانت مستعدة لشان كده في ناس كتير مننا يعمل حاجات هي مش منطقية يتصدق بمبلغ كبير أو الناس تقول له طب ما تعملش كده يقول لا أنا حاسس إن ده عنده احتياج أنا هعمل كده إيه اللي شجعه وارد رباني معنى ترامى قال له صدق الشخص ده الشخص ده صادق وعنده احتياج وحتى لو أنت كمان مزنوق طلع وانت مزنوق ربنا هيكرمك كم واحد فيكو قبل كده سامح واحد بالمنطق ما يستحقش إنك إنت تسامح لكن ين من ترجمة نانسي قنص الصلاة